يعني مشروع القطار السريع الفائق السرع الذي سيربط في المستقبل القريب بين وسط البلاد وغربها من التأخر في عدد من النقاط بسبب تماطل شركة سون الغاز في تحويل أعمدة الكهرباء من خطي المشروع تقرير أحمد قارة 220 كم في الساعة هي سرعة القطار الرابط بين وسط البلاد وغربها انطلاقا من وادة ليلات بوهران وصولا إلى ولاية تيلمسان ومن المنتظر أن يعطي هذا المشروع دفعة نوعية لحركة تنقل المسافرين والبضائع لدينا مشروع مع سون الغاز في البيل نميرو 4 البيل دور سا في زنفيران عام ونصف البيل راها توجد بقية لسل المزل مخدم نهاج سون الغاز تأخذ قرارات جني سيفيل تعلي بيلون رام مخدمين بقية المونتاج ونسننا فوق يديرون أنطراب بالدوفر ويجلبوا للانتربريز لدي المونتاج هذا المشروع الذي بلغت قيمة إنجازه أكثر من مليار أورو والذي كان من المنتظر تسليمه في مدة تسع وثلاثين شهرا يعرف عراقيلا من شركات وطنية أخرى في العديد من النقاط هناك أيضا جسر خاص في كيلومترين هناك جسور جد مهمة نتكلم عن أكبر الجسور في العالم التي ننجزها للسكك الحديدية الفائقة السرع هذا المشروع الذي يحمل مئة منشأة فنية من بينها أعلى منشأة فنية في العالم للسكك الحديدية بعلوم مئة وثلاثين مترا